ثالث عشر أبريل الحالي والمكان مدينة أجدير قافلة دراجي 22 دولة تستعد لتلقي إشارة انطلاق المرحلة الثامنة من طواف المغرب في نسخته الحادية والثلاثين قبل أن يفاجأ الجميع بقرار 11 دراجا يمثلون المنتخبين المغربي حرف ألف وباء الانسحاب من التظاهر الدراجون برروا قرارهم المفاجئ بما وصفوه الظروف المزرية التي يعانونها خاصة على المستوى المالي ومعدات السباق أنا كنت معه في أولاد برحيل أنا كنت معه في القابون أنا شاركت معه في طواف الكاميرون كل شيء الأشياء كانت متوفرة لنقدر نقول لك من هو الغير المتوفر ما هي الأشياء التي لم توفر لما توفرها هي الدراجات دراجات كاملة جديدة ولكن تشي ما كيملعش على أن جميع القيطع الغيار ديال الدراجة موجودة من غير الفريم من غير الكادر علاش الكادر لأن الكادر كيكون على مقاس الدراج منك يجي عندنا احنا الدراج كيقول لك والدراجة ما نقدرش أن ناخد دراجة ديال الجامعة كنخاف لأبوزيشون ديالي تبدل وليش حاجة غادي نجري بالدراجة ديالي الأعضاء ديال الجامعة أو المختصفة العملية كيقول لي مرحبا جريب الدراجة ديالك ويلجرد فيها شي حاجة احنا قد نخلص وارك الدري بالرحب كيقبل يعني مادم قبلتي وبشيتي للطواف الكامون قبلتي ودخلتي للطواف المغريب وشاركتي في سبع مراحل في مثل الله وما توقفتيش يعني العملية ماشي ماتيريال ماشي قطع غيار ماشي أكل الاعتصام ديال المتخابين في الطواف المغريب في المرحلة التامنة في مدينة أغادير يعني فاجأ الجامعة حيث أن كل أشياء كانت متوفرة من قطع غيار مصروف الجيب اليومي اللي كيقولوا سبعين درهم ولكن سبعين درهم ما دخله فيه حتى شي حاجة الأكل الشرب النوم غسيل ملابس كل شيء داخل تحت مصروف الجامعة وإنها سبعين درهم غير مصروف جيب يومي كيديروا في جيبهم خطوة الدراجين فاجأت الجامعة الملكية المغربية للدراجات ومنظم الطواف والقرار شكل سابقة في تاريخ هذا الصنف الرياضي المتسابقين الحاليين ما بقوش كيجروا على القميص الوطني كما كان من قبل ولو كيجروا تقريبا على المادة فهذه المادة تغطي على جميع الرياضيين في جميع الرياضات وبالأخص سبع الدراجات حيث أنه الحادث اللي وقع في طواف المغريب وانسحاب جوش الفورق المغريبية من طواف المغريب سبب المادة لماذا؟ لأنه قبل من طواف المغريب كانت غادي تقع وحد زلزلة في المنتخب الوطني من طرف أشخاص تحت الكواليس هذ الأشخاص اللي دفعوا هذ المتسابقين باش يعملوا اعتصام قبل طواف المغريب ولكن الجامعة فطنات لهذا الاعتصام وجمعاتهم مع الرئيس وقلتوا على الطاولة وفضوا بعض الأمور كين واحد طرف اللي هو عنده مسؤولية تابتة واللي هو الجامعة طبعا على رأس سيد محمد بالماحي والمسؤولي اللي معه والمدير تقني الوطني وبطبع الحال كين واحد طرف اللي تاخد واحد القرار في واحد المرحلة معينة اللي هم الدراجين ومتها هم تتحملوا مسؤولية ولكن على الأقل فالدراجين قدموا لنا واحد الرواية ديالهم وفهمنا على أنهم ما كانش مشكلة أساسا مادي محد مية في المية لا تيقول لك احنا كان عالي من القمع الدراجون المنسحبون نظموا ندوة صحفية بأحد مقاهي مدينة الجديدة والهدف توضيح دوافع اتخاذهم هذه الخطوة التصعيدية تجاه الجامعة الأخيرة تتهم دراجين آخرين بالوقوف وراء الانسحاب فبعض المتسابقين اللي زحهم المدرب اللي هو الحسيني أبلواش مخشون واحد مجموعة اللي مبقوش عندهم العطاء كما يجب ولو دري صغر حسين منهم هم اللي عملوا هذه البلبالة وهو من اللي حردوا المتسابقين مدينة أقادير باش يعملوا هذا الاعتصام هاد الناس داروا فلوس داروا المنائين تبارك الله داروا ديور داروا السيارات وجود الاخير بدوك يحرشوا بدراني على هاد الان باش يقوموا بهذا المسائل بهذا الاعتصام وهذا المغادرة انت حامل القميص الوطني حامل الرأي الوطنية وكتجي احتل مرحلة قوتات المرحلة عناني هاد طوف وكتتوقف هادش لا يعقل جهات أخرى وجهت إليها اتهامات أيضا بنسف مجهودات المسؤولين عن هذه الرياضة ومحاولة سحب تنظيم الطواف من الجامعة فهناك ربما بعض الشركات الذين يودون أن ينظموا الطواف المغرب لم يعجبهم مثلا تنظي احتكار الجامعة للطواف المغرب فهم يحاولون بشتاء الوسائل أن يستحويدوا عليه وكانت مفاوضات سابقة وهذه المفاوضات قد كشف عنها الأستاذ بالماحي وبعد أطراف الجامعة أول رد فعل عقب الانسحاب جاء على لسان رئيس الجامعة محمد بالماحي والذي وصف الدراجين بالخوانة وقرر رفقة باقي أعضاء الجهاز الجميعي إيقاف المنسحبين مدى الحياة إلى حين عرضهم على اللجنة التأديبية عدم وجود هؤلاء فهو يعتبر انهزام للمغاربة جميعا وهذه كارثة غير أخلاقية غير رياضية لم نرضى بها فهؤلاء الذين يدعون أنهم يمتلون الوطن كان يجيب عليهم أن يكملوا السباق حتى آخر لحظة هذا هو الواجب الوطني بين عشية وضوحة صبحوا هاد دراجين بين قوسين خوانة هذا غير مقبول من طرف الناس مسؤولين اللي يسمحون لهم نفسهم لأنهم يوصفوا هاد الأبطال هادو بهذا المصطلح هاد القضية مرشحة لأن تعرف تطورات جديدة في الأيام القليلة القادمة خاصة بعد دخول وزارة الشباب والرياضة على الخط أنا كنت طلب من وزارة الشيب والرياضة قبل ما تحاسب المتسابقين تحاسب من دفعهم إلى هاد الانهيار تعال رياضة الدراجات ورا عندي أشياء ملموسة وسوف لن أصرح بها حتى يجي نهارها ومن غي يجي نهارها را غادي نسمي الأشخاص غنسمي الأشخاص وغنصفت لكم واحد الرسالة قصكم تخليوا عندكم ردوا بالكم لوديت ليجا تفتح دارت الفحص ديال المالية ديال الجامعة راها دارت الفحص ديال الأربع سنوات الأخيرة لفارحة الشخصي وإحنا بلما تجي لوديت عارفين هذه الأربع سنوات نازيها ولكن احنا سنطالبهم شيء آخر لهو السبب في انهيار وفي انفجار هاد الكارتة الحساب معرفة ديالي صغيرة بعالم الدراجة فمشكل مشكل أشخاص مشكل بعض الأشخاص داخل الجامعة مع بعض العناصر الوطنية والتي تطور ليوصل لهذا المستوى اللي ربما ليس في صالح الرياضة المغربة بشكل عام ومن المرتقب أن تتوصل الوزارة الوصية بتقرير مفصل حول الواقع يوم الثلاثاء القادم تقرير سيتضمن خلاصات الجامعة في انتظار الاستماع إلى المنسحبين والحسم في هذا الحدث الذي مس كثيرا صورة الدراجة المغربية